النهاردة اسمه مرض الغرور المرض ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن 27 مرة وده اندل فإنما يدل انه مرض خطير ومرض مهم جدا لازم نغد بالنا منه علشان أوضح ليكم المرض ده هذكر ليكم 3 نمازج سريعة كده وبعد كده نخش بقى في قصة المرض أعرف حد الحد ده وسع الله عز وجل عليه بالمال جدا ما شاء الله لا كوة إلا بالله وهو من جوابي يحب الخير جدا ففتح بيوت كتير جدا ولما فتح بيوت كتير جدا كان صاحبنا ده والعياذ بالله عنده علاقة محرمة بيزني بفتاة أو بامرأة ولما بدنصحه ونذكره بالله وبنخوفه يقول على فكرة أن ربنا يغفر لي الذنب ده علشان أنا فاتح بيوت ناس كتير جدا فاتح بيوت فؤر كتير جدا فهو النهاردة اللي حصل إيه اللي حصل إنه هو اغتر اغتر بعمله صالح للأسف فده سهل عليه إنه يقع في المعصية مغني من المغنيين وده الموقف التاني مغني من المغنيين بيصدفوه في حلقة من الحلقات فبيكلموه إيه اللي انت بتعمله ده وإزاي تطلع مع رقاصة وترقص قدام الناس وهي شبه عارية وإنت بتغني وعملها تتميل عليك وإنت مش عارف إنه ضغلت مش عارف إنه ده من الفساد في الأرض فقاله بعد إذنك بعد إذنك سيبك من الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب وبعدين أنا النهاردة لو اعتزلت أنا هقفل بيوت ناس كتير جدا شغالة معايا في الفرق أو شغالة معايا فينه وبعمل معاها إيه فهنا ده إنسان أولا اغتر إن القلب السليم طالما قلبه سليم وقلبه أبيض وقلبه زي الفل فبالتالي في الوقت ده أنا ممكن أعصي ربنا سبحانه وتعالى وده معنى من معاني الاغترار بنت ثالثة كنت في أحد الدروس في مصر الجديدة وحضر عدد كبير جدا وسبحان الله بعد الدرس جات بنت مش محجبة فبتسألني في حكم الحجاب فبكلمة إن الحجاب ده فرد من عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا أنزل أدلة من القرآن واحد اثنين ثلاثة اربعة قالت لي يا شيخ انت شايف إن ممكن ربنا يعذبني على إن أنا مش محجبة وأنا بصالي قيام ليل أنا بفضل الله بصالي قيام ليل كتير جدا وعندي أوراد أذكار وعندي يعني أوراد ذكر الله سبحانه وتعالى بصالي علينا بكتير بعمل أعمال خير كتيرة عندنا جمعية خيرية بنعمل في أعمال خير انت شايف إن ممكن ربنا يعذبني على الحجاب وأنا بعمل أعمال خير كتيرة كده فبالتالي التالت نمازج اللي أنا ذكرتهم الآن كل واحد منهم اعتمد على عمل معين هو بيعمله ففرط في أعمال أخرى أو اعتمد على عمل هو بيقوم به فللأسف وقع في ذنوب وكبائر وموبقات أخرى ودي المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي مشكلة الاغترار اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ما غرك بربك الكريم قال تعالى وغرتكم الحياة الدنيا قال ربنا تبارك وتعالى وغركم بالله الغرور قال تعالى فلتغرنكم الحياة الدنيا هذه الآيات كلها اللي ربنا بيتكلم فيها على مشكلة الاغترار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر